اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي خلال العشرين سنة الماضية منذ عام 2003 لحد الآن ظهرت يعني من يتحدث عن العراق ننضع عناوين كثيرة للعراق يعني بلد الميليشيات بلد الفساد بلد الخراب بلد الطائفية كل هذه العناوين ترغم على العراق واحدة من هذه العناوين التي تناسب الصورة العراقية خلال العشرين سنة التي مضت وهم حزارات مستمرة في خرابها ودمارها هو عنوان عراق المستشارين والعاطلين ونحن تحدثنا عن العطالة في العراق البطالة في العراق العاطلين عن العمل كثيرا وعلى الأقل على الأقل إذا لم يكنوا يقبلوهم برقم 15 مليون عاطل عن العمل على الأقل أكثر من عشرة ملايين عاطل عن العمل في العراق في بلد كل هذه مواردة مليارية في بلد كل الفرص متاحة أمامها لغير يزدهر وينهض لكن إرادات خارجية وداخلية تمنع من النهوض وأقليمية إيران لا تريد للعراق أن ينهض أمريكا لا تريد للعراق أن ينهض القوى الحاكمة للعراق لا تريد للعراق أن ينهض لأنه موها وظيفتها وظيفتها تؤكر نهوض العراق وتجعله ضعيفا مكسورا محكوما من الغير هذا واقع الحال هذه ثبتة السنوات هذا الكلام ليس من عندنا لكن ثبتة السنوات العشرين اللي مضت أكثر من عشرين سنة عموما لذلك الحديث اليوم ربما في هذه الحلقة يتناول المستشارين يعني هو العنوان قلنا المستشارين والعاطلين فنتناول المستشارين ماكو بلد بالدنيا بيه هل قد مستشارين بهذا العدد من المستشارين وسائل الإعلام يومي يطلعوا لك ما عرف ميت واحد يقول لك هذا المستشار فلاني مستشار فلاني مستشار الوزير الفلاني مستشار رئيس الحزب الفلاني مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادي لشؤون الأمنية لشؤون المدرعة عسكرية لشؤون المي لشؤون الكهرباء لشؤون الهوى لشؤون الطوبة لشؤون كل رئيس الجمهورية لديه يعني حفنة من المستشارين رئيس الوزراء لديه أيضا جيش من المُستشارين رئيس البرلمان لديه جيش من الم琴 كل برلماني لديه مستشارين مدرجة ما Ludون كل وزير لديه مستشارين كل وكيل وزارة لديه مستشارين كل مدير عام لديه مستشارين كل معاون لديه مستشار وبالتالي أنت تسأل نفسك هؤلاء ماذا يفعلون يعني خبر نشتروه ورام أزاحه رئيس البرلمان الحلبوسي حتى يشهرون لم يكن يتحدثون عن ذلك لأنه دائما يتحدثون عن الواحد قالوا أنه يعني الرئيس البرلاوان السابق كان عنده خمسين مستشار ألغوا عقود خمسين مستشار كان رئيس البرلاوان السابق أنا لا أكذب هذا الخبر صحيح عنده خمسين وجوز مية وقالوا شكلنا هيئة من عشر مستشارين فقط الله أكبر فأنت أمام حالة يعني مملوئة في كل الزوايب المستشاري وهؤلاء المستشاري مثل ما قلنا في كل الاتجاه في كل الاختصاصات وأنت تسأل نفسك ورأسل نفسه يعني إذا كان في العراق هلقد مستشارين وهؤلاء اختصاصاتهم مثل ما يقولون بكل الاختصاصات بكل الفنون وكل العلوم طيب ليش إحنا من تخلف إلى تخلف من حفرة إلى حفرة ليش من أسوأ إلى أسوأ والعراق ماضي إلى الآوية والآن بالهاوية ليش إذا كنا هالعقول كبيرة وشنو فايدة المستشار إذا احنا ما ناخذ برأيه وشنو فايدة بس يأخذ راتب ننطي رواتب واسمه مستشار وهذا المستشار طبعا إلى رواتب ولحمايات ولتخصصات ولسيارات خاصة ولخدمات خاصة ولجواز سفر أحمر دبلوماسي هكذا نحن نتصرف مع القضية وإحنا لدينا سنويا سنويا من كثرة الجامعات الخاصة والنموز سكاني اللي يأدنا سنويا جامعاتنا بحدود 120 إلى 150 ألف طالب يتخرج هؤلاء كلهم عاطنين على المال اللي يذهبون إلى الأرصفة إضافة لها لدينا 400 إلى 500 ألف من خارج هؤلاء من خارج خارجي الجامعات خارجي ثانويات خارجي متوسطات خارجي معاهد خارجي معرفة شنو لا يقرؤون ولا يكتبون مخرجين شيء فبالتالي لدينا حوالي 700 إلى 800 ألف سنويا ندخلون إلى سوق العمل هؤلاء كلهم عاطنين على العمل أحسن بالعشرين سنة شقد عدنا وين تروح هؤلاء كلهم يصيرون ميليشيات وتوظفهم بالدولة وشقد توظف هي الآن عدها 6 ملايين وضيف لهم المتقاعدين وضيف لهم الرعاية الاجتماعية عدها 10 ملايين تدفع لهم رواتب من تجيب الهاي وشقد يبوقون وشقد يسرقون ما لا ترهم وشقد الفضائيين فوق هذا العدد فبالتالي هذا عبث هذا فشل مستدام وعندنا مستشارين طيب مستشارين على شنو يعني غريبة الحقيقة غريبة إذا إحنا يعني إذا كان لدينا يعني هذا الجيش من المستشارين لماذا نحن في في أسوأ حال يعني ليش صار وضع العراق بهذا الشكل إذا عدنا كل هذه الخبرات وهذه العقليات وهذه الأمكانيات غريبة عجيبة يعني هذا يذكرني قضية المستشار يذكرني بقصة ذلك الشيخ الكبير البصير وربما حكيتها في أحد الحلقات ولا بأس من إعادته شيخ شيخ كبير بصير تؤفى ابنه وترك له أحفاد صغار وهو مزارع ليس لديه إلا مضخة يسقي فيها الأرض مالتة وسرقت هذه المضخة يعني صحة صباح لم يجد هذه المضخة سرقوها سرقها أحدهم فأذن أذان الظهر وذهب إلى الجامعة ليصلي فكان كل ما يقف يأتي واحد وأطلب منه أن يعني يتحرك يمين وشمال لكي يعني يقف في الصف وبالتالي الأعداد تزداد فالرجل وهو بصير قال كلمته المشهورة كانت هذه نكتة سوداء أو كانت حقيقة قال باللغة العراقية الدارجة والموروث الشعب العراقي إذا كان الكل يصلون والكل يخافون الله من سرق المضخة إذن فأحنا قضية المستشار إذا عدنا كلها المستشارين وعدنا كلها العقول ليش العراق في أسوأ حال ليش العراق من سيء إلى أسوأ ما هو السؤال أنتوا تضحكون على الشعب وشعب مثل الشعب العراقي هذا الشعب الذكي الطيب والخلوق الإنساني المحيب للدعيش لتاريخ كله بناء هذا المواطن حولته إلى تريدون أن تضغطوا عليه لكي يتحول إلى المسخ ما يتحول هذا اللي جرى بالعراق لو كان جرى في أي بلد والله لكان انهار هذا البلد لكن مع ذلك العراق باقي بأهله مو باقي بذوله فساد وخراب ودمار وميليشيات وقتل وذبح وطائفية وتهجير أوه ونصيع للآخر وإيران وامريكا ومعرف منه ومع ذلك البلد قائم ما زال يعني يحفر بأظافره ليبقى حيد بواسطة هذا الشعب الطيب هذا الشعب الأصيل فأنتوا تريد تكذبون على هذا الشعب الأصيل وتقولوا له إنه إحنا عدنا مستشاريين مستشاريين على شنو تضحكون على نفسكم هذا ما تضحكون على نفسكم تضحكون على الشعب مع الأسف الشديد هذه صورة وعنوان من عناوين الوضع العراقي منذ عام 2003 لحد الآن ومن يقول غير ذلك ليثبت عكس ذلك هذا بقع الحال ومن يريد أن يتأكد فقط ليجلس أمام شاشات الفضائيات العراقية ويقرأ العناوي كم مستشار سيظهر وكم خبر سيظهر يتحدث عن مستشار وليحسب المستشارين وليعرف إشقد رواتفهم وإشقد مخصصاتهم وإشقد حماياتهم وإشقد يكلفون الدولة وإشقد يكلفون العراق وهذه من خزينة العراقي ومن خزينة تحاد وبيش فادوا العراقيين بيش فادوا العراق وقت هذه الحلقة قد انتهاز المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة